حد الأموي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وباتبع إلى نفس رسول الله أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل بيته الطاهرين الذي أدى إلى كوارث يعني من تسميم الحسن السبط سلام الله عليه إلى قتل العترة الطاهرة في كربلاء وثم من بعدها ومن بعدها إلى وقعة زيد وابنه يحيى بن زيد كان حتى من سمي بعلي خوفا يقول اسمي علي وليس بعلي وهذا ما استفاض عند المؤرخين أن معاوية قد نهر ابن عباس عن تسمية ابنه وتكنيته بعلي وأب الحسن ثم خيره بين أحد الأمرين إما أن تغير كنيته أو تغير اسمه ونشاهد هذا الكوميت بن زيد الأسدي ماذا يقول حتى ما كان مسموع لك يا عزيزي مو فقط أن تمدح علي حتى أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أراد أن يناقشني فليراجع ديوان كوميت كوميت من شعراء أواخر القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري يقول إلى استراج المنير أحمد لا يعدلني عنه رغبة ولا رهب عنه إلى غيره ولو رفع الناس إلي العيون وارتقبوا وقيل أفردت عجيب يعني واحد يفرد في مديح رسول الله صلى الله عليه وآله من مدحه رب السماء وإنك لعلى خلق عظيم يقول وقيل أفردت بل قصدت ولو عنفني القائلون أو ثلب من هؤلاء المثلبين من هؤلاء المعنفين إليك يا خير من تضمنت الأرض وإن عاب قولي العيب وإن عاب قولي العيب عزيزي هذه كلمات خطيرة هذه تعكس لنا واقع تاريخي هذه تعكس لنا واقع تاريخي من الذي يحاول أن يعدل بكوميت عن مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا يخاطر كوميت عن نبي صلى الله عليه وآله غير أن يقال يا خير من تضمنت الأرض يعني هذه في الواقع تكون تؤدي إلى نوع من الصخب نوع من الموقف السياسي ولقد أحس بأمر خطير خلف هذه السياسة الأموية فقال في قصيدة أخرى رضوا بخلاف المهتدين وفيهم مخبأة أخرى تصانوا وتحجبوا هذه في الواقع ربما تكون رسالة دكتوراه رسالة ماجستير ما هذه المخبأة التي يتحدث عنها كوميت بن زيدن الأسدي هل يقصد بالمخبأة تخريب ديننا رسول الله صلى الله عليه وآله تضييع الروح القرآني والواقع القرآني هل يقصد بالمخبأة ما ذكره أرباب علم الرجال وأصحاب الطبقات في ترجمة خالد بن سلمة المخزومي الشهير بالفأفاء إنه كان ينشد بني مروانة هجوى النبي صلى الله عليه وآله يعني أنت تفكر خليفة رسول الله وعدهم شاعر فقط ينشد لهم هجوى النبي صلى الله عليه وآله وهذا ما ذكروه في ترجمة عمر بن عاص أنه لم يرضى بضرب نصراني سب رسول الله صلى الله عليه وآله ويلحقه ما يرويه المؤرخون في علل خروج سيدنا زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه أن زيدا كان قد دخل على هشام بن عبد الملك في أيام خلافته فسمع أن النبي صلى الله عليه وآله يصب عنده هشام يعني تفكر كيف يمكن واحد من أهل البيت يتحمل فلم يذكر يعني هنا هشام لم يذكر هذا الرجل ولم يغير على هذا الرجل فكأنه شيء اعتيادي يعني تصدق أن البلاط الأووي كان محجوزا ومحاصرا بيهود ونصارى يعني كان عندهم بسامرين كان عندهم مستشارين من أيام معاوية من النصارى واليهود الحجاج ماذا يكتب إلى عبد الملك بن مروان يكتب إلى عبد الملك بن مروان أن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله إليهم يعني عبد الملك بن مروان أكرم من رسول الله وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين يا عزيزي الحجاج يقول للناس إذا أردتم أن تستقبلوا فاستقبلوا قصر عبد الملك بن مروان في صلواتكم ترجمة نانسي قنقر